في آخر الجلسة علنية للجنة التحقيق في أحداث اقتحام الكونغرس طالبت العضوة الجمهورية في اللجنة ليس تشيني باستدعاء الرئيس السابق دونالد ترامب للإدلاء بشهادته أمام اللجنة واجبنا اليوم هو تجاه بلدنا وأبنائنا ودستورنا نحن ملزمون بالسعي للحصول على إجابات مباشرة من الرجل الذي تسبب بكل هذا ويحق لكل أمريكي الحصول على هذه الإجابات حتى نتمكن من العمل الآن لحماية جمهوريتنا لذا فإنني أعرض على رئيس اللجنة قرارا بإصدار مذكرة إحضار للوثائق ذات الصلة وشهادة تحت القسم من دونالد جون ترامب فيما يتعلق بهجوم السادس من يناير على مبنى الكابيتول بالولايات المتحدة وبعد تصويت أعضاء اللجنة بالإجماع لصالح هذا القرار تقرر استدعاء الرئيس السابق ليمثل أمامهم ولكن يظل القرار مرهونا بموقف الكونغرس الجديد الذي سينتخب بعد أقل من أربعة أسابيع وهو ما يجعل مثول ترامب أمام اللجنة من غير المتوقع أعتقد أنه من المرجح للغاية أن يرفض أو يقاوم ترامب طلب الاستدعاء وفي حال قيامه بذلك فأنا أتوقع من اللجنة أن تحاول فرض طلب الاستدعاء من خلال المحكمة ولكن ذلك سيستغرق بعض الوقت الوقت لا يعمل لصالح اللجنة التي قد يتم حلها خلال أسابيع في حال سيطرت الحزب الجمهوري على الكونغرس الأمريكي في الانتخابات النصفية المقررة بعد أقل من أربعة أسابيع من الآن ومن ثم حلهم للجنة التحقيق في أحداث السادس من يناير فإن ذلك يعني أنه من المستبعد أن تكون هناك أي ضغوط حقيقية للحصول على إفادة من الرئيس السابق دونالد ترامب حول ما جرى يوم السادس من يناير ذلك اليوم الذي بدأ بخطابات لترامب وأنصاره يحثون فيها مؤيدي الرئيس السابق على التوجه إلى ببنى الكابيتول وذلك فيما كان أعضاء الكونغرس يستعدون لاعتماد نتائج الانتخابات أنصار ترامب توجهوا بالفعل إلى مقر الكونغرس وتخطوا حاجز الشرطة هناك وبدأوا باقتحام المبنى وبين ثم اقتاهموا مجلسي الشيوخ والنواب ومكاتب أعضاء الكونغرس وعبثوا بمحتوياتها واستمر الحال على ذلك حتى بث فيديو مصور لترامب يدعو فيه أنصاره للمغادرة وعلى إثر ذلك انتهى ما يعتبره الكثير من الأمريكيين أسوأ يوم في تاريخ الولايات المتحدة منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001 سهيل الشعر قناة الغد واشنطن واشنطن